من جحيم معتقلات ميليشيا قسط في سوريا إلى جحيم معتقلات القوات الحكومية والميليشيات في العراق ينتقل المحتجزون العراقيون المعادون من مخيم الهول في الحسك إلى مخيم جدعى في محافظة نينواء منظمة العفو الدولية تقول في تحقيق جديد لها إن العراقيين يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة فضلا عن التغييب القسري بعد اعتقالهم في مخيم الجدعى شمالي العراق وفي إطار هذا التحقيق وثقت منظمة العفو الدولية تعرض المحتجزين لشتى أنواع التعذيب شملة الضربة والصعق الكهربائي وإرغامهم على البقاء في وضيات بدنية مؤلمة وغمرهم قصرا في الماء أو تغطية رؤوسهم بكيس من بلاستيك لحجب الهواء عنهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار دعت إلى وضع حد فوري لعمليات التعذيب التي يتعرض لها المحتجزون في مخيم الجدعى وصفة ما يتعرضون له بالفضائع المروعة وسط تكتيم إعلامي يدلل عليه رفض السلطات الحكومية السماحة لمنظمة العفو بزيارة المخيم وإجراء مقابلات مع المعتقلين إلا في نطاق ضيق شهادات لمعتقلين في مخيم الجدعى تؤكد أن كل شخص في المخيم قد تعرض للتعذيب والإخفاء القصر لمدة أسابيع بغية انتزاع اعترافات وهمية تحت التعذيب وإلزامه بالقول إنه كان منضويا تحت تنظيم داعش من أجل الحكم عليه بأحكام السجن والإعدام تؤكد المنظمة أن ما يجري في مخيم الجدعى للمحتجازين هو ما دأبت عليه القوات الحكومية والميليشيات منذ المعارك مع تنظيم داعش في مختلف المعتقلات والسجون حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب بأساليب مختلفة ويجبرون على الإدلاء باعترافات غير حقيقية تؤدي بالنهاية إلى سجنهم أو إعدامهم فيما يغيب آخرون في سجون سرية ويصبح مصيرهم مجهولا